السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 11 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل الساعة 12 و 58 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 5 و 44 دقيقة من بعد عصر يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة الدبران اللي هي موعد بث الحلقة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 32 دقيقة من مساء الأربعاء بعدها بده ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال والأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 17 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر الآن بما أنه ما زال موجود في برج الثور حتى ساعة الظهر معناته منظل أكثر حذراً من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو من الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو صيانة عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل من نسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة عشر أو ثلاث دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخاص بأبيق والحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل والساعة عشر أو ثلاث دقائق صباحاً بيصير في عنا خلو المسار السلبي للقمر ورح يستمر خلو المسار السلبي من الساعة عشر أو ثلاث دقائق لغاية الساعة اثناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة اثناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الجوزاء يعني خلال هاي الفترة نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات نتقلب في أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد ويكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة برضو يعني علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة واثناشر دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران بطيئة إيجابية بين الشمس وبين عطارد اللي بيتراجع طبعا هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 11 ودقيقتين هي إلها تأثيرات تقريبا بحدود الثلاث أيام ومستمرة تأثيراتها لأربع أيام قادمة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية تجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدرتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات ونجاحات الأدبية مشاريع حالية أيضا يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة ولكن هذا الاتصال غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة أو الزوهج بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر عندنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم دون فترة خلو المسار يصلح بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء غير الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر أو رح يستقر في برج الجوزاق لغو المسار القادم بيكون الساعة 225 دقيقة من عصر يوم السبب بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 45 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاث أيام في تمام الساعة 4 و 47 دقيقة صباحا بصير أربع أيام نسبة الإضاءة 13% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 60% القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاق ورح يظل في الجوزاق ليوم 13 أربعة سعيد الآن بالنسبة 30% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة منتحس الآن بنسبة 25% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة يعني سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن في زيادة في المصاريف وصرف الأموال وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتحوليك أو اللي بيتعاملوا معك اتفاهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي أما في ساعات الظهر وما بعد هنا بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالج مسائل إدارية وتمويلية أو تطلب أوراق تطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا رح تبدأ فترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل الجهد لا يعني إشعة السلام أو بلوغ التفاهم تعتبر فترة مميزة جدا حاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن حاولوا أن ما تفرضوا رأيكم على أصدقائكم واضبط عصابك أثناء التعامل مع الغير أما من ساعات الظهر ومن بعد بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بغسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوظ ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان وما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بالظل الفترة مناسب لغاية ساعات الظهر للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارككم للمسؤولين أما من ساعات الظهر وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم مع أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أو بترافقك رياح مواتي رغم الضغطات كرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد أي فترة مناسبة للانضبام الجمعية أو مؤسس التطلاق مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل الاتصال الخارجي أو مع أشخاص أجانب أو بالسفريات أو الحوارات أو الامتحانات بتظلها ممتازة لغاية ساعات الظهر ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بأوراق ومعاملات تتعلق بسفر أو اتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات الظهر وما بعد بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن يتواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في صعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل الفرصة جيدة لمكاسب مالية لها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك ما تجازف بأموالك لا بمغامرات مالية ولا بمنافسات ولا بقروض ولا حتى تكفى الحد أما من ساعات الظهر وما بعد بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك وفي معنى احتمالية سفر محتمل لبعض موليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل الفترة لغاية ساعات الظهر فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الظهر وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت إزعاج أو عدوات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذه الساعات لغاية ساعات الظهر ولكن بدكم تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر أما من ساعات الظهر وما بعد بيصبح الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذروا الانفعال لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك أو توترك والجو العام متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الظهر وبوسعكم ممارسة نشاط فني ولكن حاولوا أن ما تفرضوا رأيكم على أحباءكم وما تغامروا وما تعتمدوا كثير على الحضوض من ساعات الظهر وما بعد ورغم تراكم العمل إلا أنه عنك قدرة على إنجاز بعض الأعمال نظم جدوى الغذاكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحظ النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي رغم أنه في بعض القلق المهني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعة الظهر ولكن حاولوا إذا ظهر بعض الغلافات أو سوء التفاهم أو أمور طارئة تتعلق بالعائلة أو بالبيت تضبط عصابك وتحلها بحكمة أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة أو بتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات الظهر وبتظل الفترة هاي مناسب للخروج في نزهة أو تقديم امتحان أو إقناع الغير ولكن ضبط العصاب مطلوب والانتباه أثناء القيادة والحركة برضو مطلوب أما من ساعات الظهر وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم وما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين موقعكم في العمل لتثبيتوا وقدم المساعدة لللي بيحتاجها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء